في خبر آخر أمنيا دائما سلم أمس ثلاثاء الإرهابية المدعو ملوكي حيب الله نفسه لسلطة العسكرية ببرج باجي مختار بالنحية العسكرية السادسة ووفق ما جاء في بين لوزارة الدفاع الوطني فإن الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقتها الساحل منذ سنة 2012 وأشار المصدر ذاته إلى أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى